مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي دي الارانيب والبيوت دي الولادة لأن تربية الناس يريدون في تربية الارضية سوف يحسب راسهم كي اعياء بالنسبة للنظافة اليومية بالنسبة للشطاب وذكر الروائح الكارية التي تخليها الارانيب واضافة الى انتشار الامراض كالجرب إذا الاقفاص كما تشوفوه كيرتاحوا الارانيب كيرتاحوا كما تشوفو البعضالات ديالهم كلهم كيتجمعوا يعني في كلهم في إناء واحد كما تشوفو انتوما رأى إناء واحد هذا كيتجمعوا فيه وكيتخلصوا منه من بعد إذا هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية يجب البدء بذكر واحد ووجوج الانتوات علاش؟ لأن المربي منك يكون عدبادي خصو ياخد تجريبة مشي تربية الارانيب هي أنني يكون عندي الفلوس ونبدأ يعني بواحد العدد كبير ديال الإناث وعدد كبير ديال الدكور موقع نخلط لا، الضروري في الأول تكون ياخد تجريبة يعني بحالي كنا نقول لك يتعلم في هذوك جنتوات وذكر يتعلم فيهم يشوف دك شي كيفاش داير كيفاش يولدو كيفاش تلقيح ديالهم كيفاش الأمراض ديالهم يعني أي حاجة يتعلم منهم ثالث حاجة وهي اختيارات صلالات جيدة الناس اللي غادي يصولوني اسموهما الصلالات اللي كانتك فيهم وما بالنسبة لدكار ممكن أنكم تبدو ببابيون ببابيون مزيان بحالة الشكل هادا عدرها بابيون انتوما تبارك الله عدرها دكار انتوما هوا هادا شوفوا الشكل دياله رابابيون اما بالنسبة للأنثى فممكن تبدو بالشانشيلا شانشيلا شانشيلا رأة معروفة الشانشيلا ممكن تاخدوها في هذا اللون هادا او احد اللون غري المهم الأنثى خصوص تكون شانشيلا والدكار يكون بابيون هادوما يعني اللي خدمت بيهم منايا وحسيت بيهم حسيت بالراحة فيهم ومن الأحسن بدو بالرومي ما تبدوش بالبلدي ان الرومي كي كبر دغية دغية و المربي غدي حسيت براسو يعني دغية دغية كيربح غدي يعني غدي يتحمس غدي مني يشوف الربح يعني بواحد طريقة مزيانة غدي يتحمس انه يكمل في المشروع كين قادية ديال يجب ان تزود الاقفاص بالعلافات والشربات كما كتشوفوا معايا هاديرا شوفوا العلافات اللي هنا يدير هادو غيف هادو المرحلة هادي دير غي شرابات عاديين ممكن انكم تديروا شرابات بحال هادو كيكونوا بالحلمات ممكن تشوفوا واحد تيورا فايس را كل وحدة عند هالحلمة ديالها بغيتوا تديروا طاصة بحال هادي ماشي مشكيل طاصة عادية غي تكون قية مغصولة مزيان من بعد كانت ندوزهم هادو العلافات هادو دير الكبار طبعا يسدع لهم ديلهم غي علافات هانتو مكرمكية كلوا منهم علافات دير صغار هادو الصوتهم غير راسي اي اي علافات ممكن انكم تسعنوا بهم من شق صدير ولا اي حاجة عنكم ممكن انكم ديروا بحال مثل هاد العلافات اذا هادا هادا من جهة نقطة الخامسة وهي يجب شراء السيكاليم والعلف بالجملة يعني شريو خنشة ما تقفش شريو بالكيلو لان بالكيلو كيتيح اولا غالي الكيلو كيتيح نقولكم اتمينا الكيلو كيتيح بربعة درهم ونصر كيلك يبيعوتها بخمسة درهم وبالنسبة للخنشة فيها خمسين كيلو كتشراء بما بين خمسة وثمانين درهمتها تسعين درهم كتطيح تقريبا بخمسة وسبعين ريال خمسة وسبعين ريال كتقام رخيصة ما كتقامش بحال اذا شريته بالكيلو كتشريو بالجملة كتطيع لكم القادية الخاصة اذا هادا من جهة القادية ديال مني تشريو شي خنشة ضروري انكم تخزنوها يعني ديروا لفوها بشي ميكا ولا على حساب الشتاء ما توصلهاش على حساب الرطوبة المهم حاولوا انكم الطريقة ديال تخزين تكون مزيانة ديال السيكاليم او ديال العلف الناس غاي سوينو الى العلف ممكن انكم تشريو خنشة ديال ديال عفوا بالة احنا كنقولوا بالة ديال الفصة بحال هاد الشكل هادية ديال رافصة من ثم رام كي يكلو في الفصة هادى ديال رافصة فصة يابزة ماشي فصة خضراء اه كين قادية ديال تخزين ديالاتها هي ممكن انكم تديروا واحد الميكا تبيرها و تديرواها ممكن انكم تشريعوا الدورة يعني راكا تباع مفرشة ممكن تشريو الشعير ديال بيزانة دونوا معايات الحواج هادو راكا تشعر ديال بيزانة بزيان كيف تهم واحد تسمين يعني بزيان الخبز الكارم ممكن اول تتاوى تخزنو مصر ميوش خبز كارم مران تتاوى ما كي يكو الخبز كارم و كيعفعهم واحد يعني اللحم كيتزاد من الخبز الكارم لان فيه الخميرة كي نعود قضية اخرى وهو يجب ان يكون مكان المخصص لانانيب يعني مهوي ما يكونش مخنوق ما فيه لاشر جنب لا باب لاوه لغيه فيه وحد بيب صغير ورقة الدخلوصة في الظلمة ضروري ان الاشيعة الشمس وصلهم ضروري انهم يكونوا مهويين باش تذيك الغازات اللي كتكون ديالانيميا متأتش عليهم يعني ضروري يكون المكان مهوي كين قضية اخرى خاص الارانيب يكونوا بعادين على الحيوانات المفترسة كين لتصادف المشكل ديالحيوانات المفترسة مثل الكلاب عزكم الله حشكم كين بالنسبة للقيطات كذلك ممكن انها تفترس الارانيب الصغار مهم حاولوا انكم تبعدوا الحيوانات المفترسة على الارانيب ديالكم كين قضية اخرى عند شراء الارانيب يجب ان لا يكون فيهم ارنب واحد يكون فيهم مريض يعني ما يكون ما يكونش غير واحد يكون بالاحرى يعني ماشي 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 نجيب انتا يقول شي مزيانين ولكن واحد منهم مريض هلا كان واحد منهم مريض كنوا متأكدين ان الارانيب كي يخدوا العدوى وبين هاد الابراد اللي كتصيبهم يعني منين تكونوا كتشريو شوفوا الارنب ما يكونش فيهم جارب اول حاجة العدو دي الارانيب هو جارب ما خاصش يكون فيه شي منطقة خالية من الشعر مثلا جيت نيفو احدى الرجلين ديالو شي منطقة من الجسم يكون مكسي كله بالشعر والعين ديالو ما يكونوش طايحين يعني ما يكونوش يخصي يكون العين ديالو براقي ما يشوف لف عينيه يبرلك كي يشوف فيك هاد الارنب كتحس بيه في الارانيب صحيح كين قضية اخرى ما يكونش الارنب عندوه صينا في الانف ما يكونش مريض بالزوكا زوكا مرة تاول كيكون الارنب صافي غي تودع معه كين مرض اخر وهو الكوكسيديا الكوكسيديا مشي تسمع الكوكسيديا تصحورها معها تسموه وين المرض المرض ديال الكوكسيديا هو ان الكرش ديالو كتكون جارية يعني الفضارات كتكون مشي حب مدور ولكن كتكون على شكل سائل اسود واحد من هاد الارانيب فيه هاد المرض ما تشريوش هتك قطع لان نرا هاد المرض كيت عادة اه كين نقطة اخرى اه وهي الاخيرة يعني يجيب اختيار الارانيب في السن ديال ستة اشهر يعني ما تجيبوش اراني بصغار بزاف وما تجيبوهمش كبار لا سولو المربي كلوش حال عندهم ديال السن يعني غادي يكونوا اه قربين يولدون انتم ممنين جيبوهم يعني غي تزوجوهم غادي يكونوا قربين يولدون ما يكونوا صغارين بزاف اقل من احنا نقولوا ربع شهور ولا لا يكونوا خمس شهور ماشي مشكيه خمس شهور ونص ماشي مشكيه غادي يجلسوا عندكم واحد لمدة وغادي يولدوا عندكم غادي يكونوا ولفوا بالمكان وغادي يصدقوا لكم ان شاء الله في طربية ديال ديال اه قضية ديال الارانيب حاولوا انكم ما تجيبوش الاخوة يعني حاولوا انكم تشريوه عند الواحد وتسولوه واشهدوك الارانيب اخوة يعني اذا كان بطل واحد ما تشريوهم ش شريو شوية من هنا وخلطوا شوية من هنا او شوية من هنا اذا كانت تعرفوا شي ناس قيبعوا هذا الارانيب حاولوا ما تزوجوش الاخوة يعني ازوج اخوة شحان مواحد كيقول بالله انني كين عندي انتاج ولكن مع المدة غادي يحس بالفرق غادي يقول باللي الارانيب دياولوك يخرجوا فيهم لا يصير تشوهات ما كيعتوش بزاف العدد كيتلقاء الامتة كتولد واحد تولد جوج تولد قائلة واندس كتولد ثلاثة اما الى خديثه من من عند بائعين مختلفين كونوا متأكدين ان الامور كتكون على اكمل وجه وكتكون على ما يرى اذا هذا هو الموضوع دياننا كمثلا انني حاولت انا نلخص لكم المشروع في نظرة شاملة لا اخصصت لكم شي حاجة انا راهز الاشارة نجاوب لكم على اللي كومنتر ديالكم الناس اللي ما شاركوش معنا قناة غادي契ة بدعم ديالكم المتنسونا بجير زر جيم تكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي انشاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة